لكل إنسان أرهقته الحياة ولكل إنسان غرته الدنيا ولكل إنسان أفنى عمره في نزواته وشهواته ولي ولك ألقى الله عز وجل لنا جميعا طوق نجاة وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وسارعوا من المصارعة والمبادرة إلى الشيء بدون تأخير أو تردد وتأمل معي أخي الكريم أمر الله عز وجل بالمسارعة في طلب الآخرة وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين وأمرنا بالتسابق في طلب الآخرة سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أما في الدنيا فأمرنا بشيء آخر هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور وما الفرق بين الإسراع والعجلة؟ الإسراع فاعل محمود لأنه المبادرة فيما يجب الإسراع فيه أما العجلة فهي غالبا مذمومة لأنها المبادرة فيما لا يجب العجلة فيه وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وبادروا لاختنام مغفرة عظيمة من ربكم ودعونا نتأمل قليلا في معنى المغفرة وأصل المغفرة من المغفر وهو ما يضعه المحارب على رأسه ليقيه من السهام والسيوف أما المغفرة في اللغة فهي ستر الذنب والتجاوز عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يدني المؤمن فيضع عليه كنفه ويسطره فيقول أتعرف ذنب كذا أتعرف ذنب كذا فيقول نعم أي رب حتى إذا قرره بذنوبه ورأى في نفسه أنه هلك قال سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم وجاءت كلمة مغفرة نكرة للتعظيم وزادها الله عز وجل تعظيما بجعلها كائنا منه عز وجل وما السبيل لنيل تلك المغفرة العظيمة يكون ذلك بالاستغفار وطلب المغفرة من الله عز وجل اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت ويكون أيضا بالمبادرة للأعمال الصالحة كالصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان والعمرة إلى العمرة وغيرها من الأعمال الصالحة التي لا تحصى ولا تعد وجنة عرضها السماوات والأرض وجنة واسعة عظيمة لا يعلم مداها إلا الذي خلقها عرضها السماوات والأرض ليست كأي بستان أو جنة من جنات الدنيا فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر أتى جماعة من اليهود إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه يسألونه عن تلك الآية فقالوا إذا كانت الجنة عرضها السماوات والأرض فأين النار فأجابهم وأين الليل إذا جاء النهار نؤمن نحن أهل السنة والجماعة أن الجنة فوق السماوات والأرض وتحت عرش الرحمن بينما النار في أسفل سافلين سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض ولا تتم لنا السعادة إلا بأمرين زوال المكروه وحصول المطلوب أما زوال المكروه فبالمصارع إلى المغفرة وأما حصول المطلوب فيكون بالفوز بالجنة أعدت للمتقين أعدها الله وهيئها للمتقين فهم أهلها جعلنا الله منهم اللهم آمين والمتقون هم أولياء الله الذين وفقهم لفعل المأمور واجتناب المحظور والمتقون هم من جعلوا بينهم وبين عذاب الله وقاية وهم الذين جعلوا بينهم وبين غضب الله وقاية فهلموا جميعا إلى طوق النجاة وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين